فالتصريح اللي احتل معنا المرتبة الأولى ببيع الأوهام هو التصريح الأكثر سوريالية على الإطلاق مش بس اللي قطع بها الأسبوع على الأرجح اللي قطع منذ 2019 يعني هيدا التصريح لازم الواحد يستحدث له كلمة توصف حالة ما بعد السوريالية فبيظل التضخم غير المسبوء اللي عم بيعيشه اللبنانيين هذه الأيام لأنه حالة التضخم غير المسبوءة خيان ذكر أنه مع كل شيء شفنين من 2019 التدهور اللي نحن عايشينه منذ بدء هذا العام هو الأعلى والأسرع بس إذا بتشوفوا الجراف بس منذ 2023 قديه طالع لأنه هيدا السقوط الحر الشيط ليبغ بلش عمليا مع بداية 2023 حيث خسرت الليرة نصف قدرتها الشرائية بست أسابيع فقط بظل هالمعطى الكارثة وبوقت المواطنين فادين أعصابهم الاقتصاد اللبناني يشهد نموه جاد مش عارفين شو نصنف هالتصريح فيك نيوز وهم مزح جنون نحن معرفين كيف نصف هالكلام الشيء الوحيد اللي بنعرفه أنه هالكلام صدر بالفعل صدر بالفعل بيظل كل هالأوضاع أنه بيظل الدولار 80 ألف بيظل الناس بالشوارع بيظل المصارف مقضربة بيظل كل هيدا حاكم مصرف لبنان عم بيقول الدولة اللبنانية وضعها تمام وهياها عم بتحقق نمو اتصادي رواء مع العلم أنه التقرير الرسمي للبنك الدولة بيقول أنه فيه انكماش بلبنان بنسبة 5.4% منذ العام 2022 يعني نستدل اللي حققنا فيها نمو وبنفس التقرير البنك الدولي بيقول أنه لبنان خسر 37% من حجم اقتصاده من 2018 هل كلهم أرقام رسمية موثقة بس رياض سلامي طلع معه أنه هالأرقام قدت لأنه الدولة تحقق نمو اقتصادي السؤال الأساسي هو أصد ليه البنك المركزي عم يحكي عن النمو شو خص البنك المركزي بموضوع النمو الاقتصادي للدولة شو خصه لابد من التذكير هون أنه أرقام النمو الاقتصادي منه بأي شكل من الأشكال من اقتصاص المصرف المركزي هيدا مش اقتصاصه مش اقتصاصه هيدا اقتصاص وزير المالية وزير الحكومة الحاكم ليه عم يحكي أصلا بالنمو الدولة بحقق نمو ومصرف لبنان رد كل الأموال للمصارف بالدولار كما مان يعني واحد بيسأل حاله ساعة طوال مشكل لبنان لبنان إنه إذا عن جدر ددا طب ليه فيه أزمة من أصله ليه المصارف مقضربة ليه الناس بالشوارع عم بتكسر سعادة الحاكم إذا المصرف رد المصاري للمصارف يعني نص الأزمة إذا مش ردت الباعا حلت نحن عابلنا فعلا نعرف رأي المصارف وجمعية المصارف وأصحاب المصارف بتصريح سعادة الحاكم إنه هو خلص ردلهم مصرياتهم وكل شي تمام ما هن كل مشكلتهم اليوم إنه مصرياتهم عند البنك المركزي ترجمة نانسي قنقر